وزارة الصحة أكدت أن الشكوى متعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة لدى عدد من المواطنين وأفدت الغذارة في بيان لها أنه تم إرسال فرق من التب الوقائي والعلاجي والترسل الوبائي عشان نعرف حقيقة الموضوع ده وتبقى المعلومات فيه واضحة وسحبوا عينات من المرضى وأضاف أنه تم إرسال فرق مكافحة أو حاجة عندهم يعني فرق صحة اسمها مكافحة ناكلات الأمراض وفحص عدد من عينات المياه طبعاً بيتأكدوا الأول من سلامة المياه أماكن الصرف الصحي اللي هي الإجراءات الوقائية المفروضة يعملوها ويشوفوا الشكوى مع أصحاب الأعراض دي أو المرض ده وقالوا أن هي أعراض بتتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة لا تستوجب الحجز في المستشفى لكن طبعاً العدد الضخم ده يخض والعدد الضخم ده لازم الوزارة تتحرك عشان ما يبقاش وباء حتى جوه السعيد أو في محافظة قناة ربنا طبعاً يسلم كل أهالينا وأوضحت الوزارة أن الأعراض دي بتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة ألام في العظام إعياء تستمر من 3-5 أيام متشابهة مع أعراض البرد مع أعراض الحمى الألف الوانزة النازلات المعوية ومدرية الصحة فائنا رفعت درجة الطوارئ وانتشرت أعداد من أرسادة الأطباء والفرق الطبية عشان يبتدوا أن هم ياخدوا إجراءاتهم ضد هذا ترجمة نانسي قنقر